أكد النائب عن تحالف سائرون عباس علاوي في تصريح خاص لقناة زاكروس أن البرلمان العراقي قد صوت بالإجماع على إلزام الحكومة استكمال الإجراءات القانونية لإعلان حلبشة المحافظة التاسع عشر وقال علاوي أن هذا القرار ملزم التنفيذ بالنسبة للحكومة وسنتابع سير الإجراءات القانونية حقيقة يعني هو بالإجماع صوت مجلس النواب وهذا أقل شيء قدما للضحايا التي تحملتها محافظة حلبشة نتيجة الإسلوب القمعي الذي استخدم النظام السابق وكراما للدماء التي شهدته حلبشة فلذلك كان قرار مجلس النواب بضرورة الاستعجال وإنهاء كل الإجراءات الإدارية من أجل قرار حلبشة محافظة رقم تسعة طاحش للعراق يعني هذا القرار اللي صوته مجلس النواب الشيء أكيد هو قرار ملزم للحكومة ورح تكون هناك متابعة من قبل مجلس النواب من أجل إنجاز هذه الإجراءات الإدارية اللي تأخرت فترة طويلة وحقيقة من المعيب جدا أن يكون هكذا قرار يتأخر في أروقات مجلس الوزراء الكل يعلم ويعرف أن المدينة اللي شهدت أكبر جريمة عرفتها البشرية وهي يعني أنفال حلبشة واللي تعرضت أبناها وأهاليها أطفالها إلى مجزرة حقيقية فبالتالي مجلس النواب اتخذ هذا القرار من أجل الضغط على الحكومة لإنهاء كافة الإجراءات ولتحويل حلبشة إلى محافظة